اشتركوا في القناة احبتي هو فيديو هام للصف الخامس الابتدائي هو عبارة عن شرح لينت سيفن لسن تو شرح للجزء التاني او الدرس التاني من الوحدة السبعة واللي هي كانت بعنوان هومز ان ايجيبت منازل في مصر هومز ان ايجيبت منازل في مصر ان شاء الله هسيب لكم الجزء الاول من شرح الوحدة اسفل هذا الفيديو ياريت تطلعوا عليه وبفكركم لو دي اول زيارة ليكم للقناة سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول ولايك وشير للفيديو دعم لينا ودعم للقناة وما تنسوش تفضلوا معنا لنهاية الفيديو لان في مراجعة مهمة على اللي احنا هندرسه ان شاء الله هنحل شوية اسئلة مع بعض كده ونطبق اسئلة على اللي احنا درسناه في اسناء الدرس تعالوا مع بعض نبدأ مع اول جزئية عندنا دي جزئية حفظ يا شباب ياريت تتحفظ الحاجات دي مش محتاجة فهم الكلمات محتاجة حفظ ياريت نحفظها كويس جدا اول كلمة عندنا بوسترز 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 ملسقات سمايل 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 يبتسم او ابتسامة كمفرطبل 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 مريح دينجرس 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 قطير بيرفكت 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 مثالي ريزن 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 سبب لكي 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 محزوز انلوكي 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 غير محزوز سيف 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 آمن انسيف غير آمن غير آمن لكي 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 محلي فيليجرس 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 قرويين خائف خايف خائف خايف 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 هولر مانكي قرد الهولر باث ممر أو طريق فجأة حقيبة قمامة كل مكان حقا حقا يحدث غابة تمثال قريبا قريبا قريب الامام شاوت يصيح ساينتيست عالم بحث انترستد ان مهتم بي نيرباي قريب ميس يفقد أو يفوته ترافل 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 يسافر الجزء الثاني يا شباب هو عن تصريفات الافعال الغير منتظمة عندنا الافعال في اللغة الانجليزية لها تلت تصريفات تمام لازم تحفظ برضو شباب الجزئية دي جزئية حفظ تمام كل فعل في اللغة الانجليزية له ثلاث تصريفات زي ما قلنا تصريف اول ونشتقي منه المضارع البسيط تصريف ثاني ونشتقي منه زمن الماضي تصريف ثالث ونشتقي منه الأزمنة التامة والأزمنة المجهولة اول فعل عندنا lose lost lost يخسر او يفقد sit sat sat يجلس leave left left يترك go went gone يذهب do did done يفعل till told told يخبر الجزئية التالية هي جزئية حفظ برضو اللي هي important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جرهم تعالوا ناخد كده اول حاجة عندنا on the right على اليمين on the right on the left على الشمال on the left in the middle of في منتصف in the middle of on the wall on the wall على الحائط on the wall go back يرجع go back look for يبحث عن look for come toward يأتي نحو come toward all over Egypt في كل أنحاء مصر all over Egypt heavy rain مطر غزير heavy rain do research يقوم بإجراء بحث do research الجزء التالي هو عن important sentences جمل هام الجمل دي برضو ياريت نقراها مرة واثنين وعشرة علشان عقلنا يتعود عليها ولساننا يتعود عليها ونحفظها قدر الإمكان أول جملة عندنا I love my bedroom أنا أحب غرفة نومي I love my bedroom There is my bedroom with a desk next to it ها هي غرفة نومي بها مقعد بجوارها There is my bedroom with a desk next to it In the middle of the room There is an army chair في منتصف الغرفة يوجد كرسي بذراعين In the middle of the room There is an army chair My uncle is a scientist عمي يكون عالم My uncle is a scientist When he was younger He traveled a lot عندما كان أصغر سنا سافر كثيرا When he was younger He traveled a lot The people were very friendly الناس كانوا ودودين The people were very friendly They helped him with his work هم ساعدوه في عملي They helped him with his work He was interested in hauler monkeys هو كان مهتم بقردة الهولر He was interested in hauler monkeys Tomorrow we are going to have a lot of rain غدا سيكون لدينا مطر غزير Tomorrow we are going to have a lot of rain It was very heavy rain لقد كان مطرا غزيرا It was very heavy rain He couldn't see the path هو لم يستطع أن يرى الطريق He couldn't see the path الجسئية التالية هي جسئية هامة جدا وهي جسئية الجرامر الجرامر بتاعنا في الدرس ده هو عن The past simple tense زمن الماضي البسيط The past simple tense زمن الماضي البسيط طبعا كلمة الزمن معناها هو وقت حدوث الشيء أو وقت حدوث الفعل نفسه يعني الفعل ده حصل في الماضي لما بتكلم في زمن الماضي البسيط يعني الفعل ده بدأ وانتهى وخلص خلاص في الماضي لما اقول انا قابلت احمد بالامس يبقى معناها ان انا بتكلم في زمن الماضي انا خلاص قابلت احمد مبارح تمام وهو روح بيته وانا روحت بيتي اي مت احمد يستردي دي جملة ماضي بسيط تمام لما اقول اي وين تو سكول لاست ويك انا ذهبت الى المدرسة الاسبوع الماضي لاحظ ان انا برضو بتكلم في الماضي ان انا ذهبت وخلصت خلاص تمام يبقى الماضي البسيط هو زمن بعبر عن شيء بدأ وانتهى وخلص خلاص في الماضي تمام حاجة حصلت وبدأت وانتهت خلاص في الماضي طيب تعالوا نشوف اول حاجة تكوين الزمن التكوين بيتكون من التصريف التاني للفعل يا شباب يبقى الماضي البسيط يتكون من التصريف التاني للفعل افهم من كده ان كل فعل له كم تصريف ايوا سامعي ناس شطرة بتقول اننا لسه واخدين في تاني سلايد على طول ان تصريفات الافعال لها تلت تصريفات تصريف اول وبناخد منه المدارع تصريف تاني ونشتقي منه الماضي هو ده اللي احنا عايزينه يبقى الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني طب حلو جدا طب عندنا نوعين من التصريف التاني فيه تصريفات للافعال تصريف منتظم وتصريف غير منتظم التصريف المنتظم اللي هنبدأ به تمام بيكون اما باضافة دي او اي دي للفعل تمام والتصريف الغير منتظم هو تصريف شاز ومتغير وليس له قاعدة يعني فيه تصريف منتظم بضيف للفعل دي او اي دي في كل الافعال المنتظمة وطبعا دي مجموعة افعال معينة وفيه افعال غير منتظمة او شازة ماينفعش يضف لها دي ولا اي دي عشان نجيب الماضي منها امال ايه؟ طبعا هي افعال شازة بتحفظ كما هي وهتلاحظوا ان هي مختلفة طيب مثال التصريف المنتظم للفعل احنا قلنا اللي بنضف له دي او اي دي زي بلاي يلعب تصريفه المنتظم او الماضي منه او تصريف التاني منه بلايد ضفت له اي دي عادي جدا والتالت بتاعه برضو بلايد اللي هي بمعنى لعبة لايك اللي هي معناها يحب لما يجيب التصريف منها لايك احبه نلاحظ هنا ان الفعل ده اخره اي عشان كده ماينفعش اضف له كمان اي و دي ضفت له دي بس تمام ومعناها احبه طيب التصريفات الغير منتظمة زي ايه بقى سي يرى الماضي منها سو رأى نلاحظ ان احنا غيرنا شكل الفعل ما ضفنالوش اي دي ولا حاجة سي صو يرى رأى جو يذهب الماضي منها وينت ذهب جو يذهب وينت ذهب يبقى الماضي هنا برضو جاء بطريقة غير منتظمة شايفين ما ضفنالوش ولا دي ولا اي دي بتختلف من فعل للاخر طبعا عندي مجموعة كبيرة من الافعال المنتظمة ومجموعة كبيرة من الافعال غير منتظمة والمطلوب ان احنا نحفظ اني فعل منتظم و اني فعل غير منتظم فور اكزامبل اه عندنا كمثال يعني اي بلايد فوتبول يستردي اي بلايد فوتبول يستردي انا لعبت كرة قدم امس الجملة دي جملة ماضي بسيط والولد فيها بيعبر ان هو لعب وخلص خلاص كرة قدم امبارح تمام طب اللي عرفني انها ماضي بسيط علشان جايب الفعل بلاي يلعب جايبه في التصريف التاني بلايد ضفلو اي دي تبقى معناها لعباء انا كده بتكلم في الماضي البسيط وكمان في كلمة مهمة جدا بتعبر عن الماضي البسيط هي كلمة يستردي بمعنى امس يستردي بمعنى امس ناخد اكزامبل تاني أنا ذهبت الى الحديقة الاسبوع الماضي تمام؟ خلي بالك الجملة دي برضو جملة ماضي بسيط وفيها الولد او البنت بيقول انا ذهبت وخلصت الى الحديقة الاسبوع اللي فات الجملة دي جملة ماضي ليه بقى؟ عشان جايب الفعل جو في التصريف التاني اللي هو ونت ذهبه يبقى كده ماضي بسيط تمام؟ وكمان جايب لي كلمة من الكلمات المهمة جدا اللي بتعبر عن الماضي البسيط وهي كلمة last week الاسبوع الماضي تمام؟ طب لو انا عايز اعمل نفي لجملة الماضي بيقولك بنحط بقى ونضع didn't قبل الفعل مع وضع الفعل في المصدر طيب انا مش فاهم يا مستر ناخد اه اكزامبل عشان نفهم اكتر I liked the apples انا احببت التفاح دي جملة ماضي عايز يقول انا لم احب التفاح طب هيعمل ايه؟ هيعمل نفي هيعمل ايه بقى؟ هيحط didn't شايفينها؟ didn't فين هيحطها؟ قبل الفعل اللي هو liked اللي عندي ده liked بمعنى احبه هيحط didn't قبلها ويرجع الفعل المصدره تمام؟ شايفين بعد ما حطت didn't شال الدي اللي هي بتاعت الماضي ورجع الفعل للتصريف الاول تمام؟ يبقى لما بندخل didn't عشان نعمل نفي في الجملة بنرجع الفعل الايه؟ لمصدره او للتصريف الاول منه او الفعل من غير اضافات بنشيل منه كل الاضافات ونرجعه لمصدره يبقى didn't دايما لما بتدخل في الجملة عشان تعمل نفي عشان نقول انا لم احب التفاح بنرجع بنحطها فين الاول بنحطها قبل الفعل مباشرة او لايك بس هو كان اسمه لايكت يا مستر انت اللي رجعت المصدره هقول لك لان didn't دخلت في الجملة في بيجي بعدها دايما followed by the infinitive دايما بيبقى بعدها ال infinitive او المصدر اللي هو التصريف الاول من الفعل او الفعل بدون اي اضافات كميل او طب لو حبينا نعمل سؤال نحط did في البداية في بداية السؤال يليها الفاعل ثم الفعل في المصدر طب ناخد example برضو عشان نفهم اكتر did you see the boy هل رأيت الولد did هنا سؤال بمعنى هل did في البداية الجملة يليها الفاعل زي ما اقول طب لو انا عايز اقول هل هو رأى did he see the boy هل هم رأوا did they see the boy طيب هل احمد رأى did احمد see the boy نلاحظ ان انا الفاعل هنا ممكن اغيره حسب احتياجي did you see لازم اجيب see في المصدر انا لسه ايه لها من شوية didn دخلت في الجملة رجعت الفعل المصدره وكمان did لما بتدخل في الجملة بترجع الفعل المصدره وهو التصريف الاول من الفعل التصريف الاول من الفعل saw هو كان اصل الجملة saw تمام رجعناها المصدره اللي هو ايه see لما يجي جاوب علي يقول ايه i saw yes i saw the boy نعم انا رأيت الولد رجعناها المصدره اللي هو see علشان دخلت did في الجملة did زايد الفاعل زايد الفعل في المصدر ثم المكمل او المفعول طيب فيه كلمات بقى يا شباب اللي هي بنسميها keywords بتاعت الزمن keywords يعني الكلمات اللي دايما مرتبطة بزمن الماضي البسيط كلمات اللي لما لقيها في جملة اعرف ان الجملة دي جملة ماضي بسيط زي ايه اشهر هذه الكلمات yesterday امس yesterday وكلمة last يعني الماضي لما اقول بقى last week الاسبوع الماضي last month الشهر الماضي last year العام الماضي طب الحد الماضي يبقى last Sunday الاحد الماضي تالت حاجة عندنا بتعبر عن زمن الماضي هي كلمة ago ومعناها منذو ago ومعناها ايه منذو وبيجي قبلها فترة زمنية يعني ايه لما اقول منذو عشرة ايام هقول الاول عشرة ايام وبعدها كلمة ago 10 days ago طب لما اقول منذو اسبوعان هجيب كلمة اسبوعين الاول اللي هي ايه two weeks two weeks ago لما اقول منذو ساعتان يبقى اجيب كلمة ساعتين ساعتين يعني ايه two hours ago two hours ايه ago يبقى ago من الكلمات المهمة جدا اللي بتعبر عن زمن الماضي البسيط طبعا هنطبق عليه ان شاء الله شوية اسئلة دلوقتي على زمن الماضي فتابعونا لنهاية الفيديو نشوف الاسئلة اللي جات لنا هنا what does the prefix on mean احنا عدت علينا كلمات كده كان فيها on زي كلمة unlucky تمام و uncomfortable اللي هي غير مريح unlucky يعني غير محظوظ تمام يبقى on دي معناها ايه معناها not ولا معناها again ولا معناها wrong ولا معناها before خلي بالك هي تعتبر prefix prefix يعني ايه يعني بادئة توضع قبل الكلمة لتغيير معناها تمام وبتغير معناها للايه للعكس يعني lucky محظوظ unlucky يعني غير محظوظ او ليس محظوظ comfortable يعني مريح uncomfortable بمعنى غير مريح لاحظنا on بتدي معنى العكس او عدم موجود الشيء يبقى not يبقى on لما بتدخل على الكلمة بتخليها ايه بتخليها not يعني unhappy بمعنى not happy what does the word unsafe mean ماذا كلمة unsafe تعني هي كلمة safe معناها امن طيب unsafe تمام سامح حد الشاطر بيقول غير امن عكسها تبقى not able ولا not open ولا not safe ولا not straight أيوة not safe يعني غير امن she was space when she didn't get her birthday present هي كانت ايه عندما وين هنا معناها عندما لم تحصل على هدية عيد ميلادها هي كانت unsafe ولا unhappy ولا safe ولا happy happy طبعا هي unhappy ما كانتش سعيدة لما ما حصلتش على الهدية بتاعتها you can find the box space the right next to the table طيب يبقى نقول ايه يا جماعة أيوة سامح حد الشاطر بيقوله احنا خدنا في structures اللي عندنا on the right على اليمين يمكنك ان تجد find يعني تجد الصندوق على اليمين بجوار المندبة يبقى on the right على اليمين وعكسها on the left على اليسار there is a table يوجد من ضدة space the middle of my room طبعا بنتاخد حرف الجر ايه ممتازين in the middle of في منتصف in the middle of ياريت نحفظ يا جماعة structures دي مهمة جدا there is a poster space the wall كان في ملسق او صورة on the wall على الحائط on the wall يعني على الحائط صور رقم سبعة عندنا yesterday our family خلي بالك بدأ بكلمة yesterday دي بقى انا هتكلم في زمن ايه برافو في الماضي our family اسرتنا space to our new house in Alexandria أيوة سامح حد شراطر بيقول moved moved بمعنى انتقلت moved يعني ايه انتقلت في الماضي طبعا عشان اخيرها اهو دي فيبقى معناها انتقلت في الماضي ده التصريف التاني من الفعل move ينتقل علي space to Alexandria with his family last month خلي بالك من last month الشهر الماضي برضو يبقى هتكلم في الماضي برافو يبقى ايه أيوة drove drove معناها قادة السيارة تمام المضارع منها او المصدر منها drive يقود السيارة يبقى drive يقود تصريف الاول او المضارع الماضي هو التصريف التاني drove طبعا انا جبت ماضي ليه عشان كلمة last month she didn't space the film yesterday didn't خلي بالك في didn't موجودة هنا يبقى هاجب بعدها ايه ممتازين سامح حد بيقول المصدر او التصريف الاول من الفعل يلا فكروا كده المصدر ايه هو هنا ممتازين سامح حد شاطر بيقول رقم دي لهي سي سي هو المصدر لم يرى الفيلم امس خلي بالك سي هام طب ليه سو ما اخدناهاش لان دي التصريف التاني من الفعل بمعنى رأى top scene تصريف التالت من الفعل top sees ما تنفعش تبقى مصدر لان اخرها اس اهو احنا عايزين المصدر يكون بلا اضافات the children space their mother at home yesterday خلاص احنا حفظناها بقى طالما yesterday موجودة تبقى هنختار الاختيار الاول اللي هو help it i space eat pizza last weekend i خلي بالك في عندي last weekend في عندي eat muster هنفي يبقى انا محتاج نفي هنا هو كله تحت هنا نفي بس عايزين نفي في past symbol في الماضي البسيط ايوة didn't يبقى نفي الماضي البسيط باستخدام ايه didn't عايز يقول هو لم يأكل بيتزا اجازة نهاية الاسبوع الماضية last weekend ننتقل الى نوعية اخرى من الاسئلة وهو سؤال التوصيل هنوصل structures او number a مع structures number b what things make what things make make ايه بقى هه ما الاشياء التي تجعل هو عايز يقول what things make يبقى هنا في سؤال طالما بدأ what things تمام سامح حد ذاكي بيقول الوحيدة اللي اخيلها عالم تستفهم هي رقم c اه تبقى ايه تبقى your bedroom perfect ما الاشياء التي تجعل غرفة نومك perfect بمعنى ممتازة او مثالية there are two there are يوجد two two ايه بقى ايوه cushions cushions بمعنى وسادات cushion يمكن ما عدتش علينا الكلمة دي بس هنحفظها دلوقتي يبقى يوجد two cushions بمعنى وسادات on the bed على الفراش cushions نحفظ الكلمة دي يا جماعة cushion يعني وسادة he looks unhappy احنا قلنا unhappy يعني غير سعيد عكس كلمة happy سعيد تبقى unhappy because because معناها لأنه هو ما كانش سعيد هو لا يبدو looks هنا معناها لا يبدو سعيد هو يبدو حزين تمام because because he lost his bag هو ضيع شانطته number four unfriendly friendly يعني ودود unfriendly معناها ممتازين غير ودود means تعني not أيوة أول وحدة number a not kind غير طيب to someone unfriendly يعني غير ودود معناها not kind kind يعني طيب not kind يعني ليس طيب it's unsafe to إنه من غير الآمن unsafe يعني غير آمن to a بقى أيوة ممتازين number f swim at night إنك تعوم ليلا at night معناها ليلا it's unsafe to swim at night ننتقل إلى آخر جزئية عندنا في مراجعتنا وهي عن سؤال reorder reorder بمعنى إعادة ترتيب الجملة يلا نشوف أول جملة كده هنبدأ طبعا بالكلمة اللي تحتاخط they معناها هم ودي الفاعل بتاع الجملة يبقى لازم نجيب بعدها الفعل اللي هم عملوه they ها يلا نفكر في الفعل ممتازين came جاءوا 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 إلى مصر أكيد يبقى إلى مصر يعني برافو to Egypt ها بالطائرة by airplane by airplane يبقى they came to Egypt by airplane there يلا نفكر كده there هيجي بعدها ايه؟ أيوة ممتازين there is بمعنى يوجد there is يوجد يوجد ايه؟ أيوة a park يوجد حديقة there is a park on the right ممتازين على اليمين there is a park on the right طيب this يلا نفكر كده this يعني ايه الاول هذا this يعني ايه؟ هذا هذا الايه؟ this armature هذا الكرسي كرسي بزراعين أيوة is very uncomfortable غير مريح جدا uncomfortable بمعنى غير مريح يبقى very uncomfortable يعني غير مريح but this armature هذا الكرسي is uncomfortable غير مريح طيب نبدأ ب i يعني انا i معناها ايه؟ انا تمام لما اقول i يبقى محتاج بعدها هالفعل اللي انا عملته انا طيب ايه الفعل يا مستر؟ اه عندي فيه نو اعرف نو بمعنى يعرف يبقى انا اعرف بس نلاحظ ان فيه didn't عندنا هنا في نفي هحطه بعد الفرب ولا قبله قولنا النفي بيجي قبل الفرب يبقى i didn't نو انا لم اعرف ايوة هاجيب ايه؟ الاجابة الصحيحة يبقى انا عايز اوصف الاجابة الصحيحة الصفة دايما بتيجي الاول قبل الموصوف يبقى the right answer يبقى i شوف كده الاجابة بتاعتها i didn't know the right answer انا لم اعرف الاجابة الصحيحة ونلاحظ ان الصفة اللي هي the right جت قبل الايه؟ جبل الموصوف اللي هو answer وبكده احباتي نكون خلصنا مراجعتنا وخلصنا شرحنا للجزء الثاني من الوحدة السابعة اتمنى ان يكون الشرح عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو دعم لينا ودعم للقناة احباتي وتابعونا في بقية الفيديوهات ان شاء الله الفيديو القادم في تكملة شرح الوحدة السابعة وحتى حينها اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته